وارجعنا لحضراتكم بعض الفاصل وفيه اسئلة كتير برضو من خلال السوشيال ميديا بما ان انا بدأت الحلقة بتاعتي بقول بهديها لكل حبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا وبيسألوا اسئلة كتير شيف مغازي بروح بعض المطاعم او بعض القفاءات بلاهم بيقدموا اطباق من الشربة وخاصة في موسم الشتاء الشربة بيبقى لها قوام هل القوام ده ليش ه ولا القوام ده دقيق ولا بيجي منين اروح البيت اعملها يا تكالك اعملني هتبقى خفيفة هتبقى تقيلة بص بقى ستة كون اذا الشربة فيها بطاطس زي اللي معايا دي مفيش دعي لتحطي لدقيق ولا نشا اكتفي بالنشويات بتاعت البطاطس والنشويات الشعرية اللي انا هحطها هنية هو ده كوام الشربة لو بتعملي شرب الطماطم بتعملي ايه وانت بتعملي شربة الطماطم تحط الطماطم على النار بتغلي بتجيبي بطاطساية تبشريها وتحطيها تستوي مع الطماطم النشويات بتاعت البطاطس لما تستوي مع الطماطم هتديك القوام بتاع الشربة بعيدة عن الديق والنشا خالص ليه وجود الديق والنشا في قلب الشربة بيخلينا نتلكم من المعنى البلدي يعني او ان احنا نشبع بسرعة ده الطبيعي فخلي الشربة بطبيعتها بمكوناتها هتديك الطعم وتديك القوام الطبيعي حلو كان بس اجاب وجوابت على السؤال عشان حضراتكم تبقوا مقتنعين بالله انا بقوله معي الكرافس ملك الشربة موجود معنا وده بضيفه في الاخر خالص للشربة بتاعتي بعد ما تغلي وحط الشعرين وده معنا واحنا شغالين كده يا نعم يا غالي حاضر عيني معنا بصل اغدر معنا خاص كابوتشا جو الحلو ده انا بحبه اه معنا طماطم وده اختياري شفت بقى التأيديم بتاعنا لطيف خالص وبسيطة اهو وانت وقفة في قلب المطبخ اه بصل اغدر انا عاشق له بالشكل ده كده خاص زي الفل معنا طماطم بصل برضو حاجات دي مطلوبة على فكرة في ايام الشيطة بالزات اهو شفت الصفرة تعملت ازاي ومعنا الطماطم الحلوة دي كده زي ما هي بتاخدي الواحدة لصيد كده انا بعلمك بس ازاي تعملي سرفيس حلو او تعملي صفرة حلوة بطريقة بسيطة وسهلة هنخلي ده على جنب كده مخرجنا يتغزل فيه يغزيل بحبك اهو الفانة وشفة لليه يأكل حالو الكلام تعالوا مع بعض نغرف طبق الشربة بتاعنا سريعا زي الفل واحنا شغالين مع بعض تقديم الشربة فين اهو الله جازة كرافسي فين يا عم بتشيف اهو يا سلام الكرافسي مالك الشربة ونقدمها بألف هنا وشفة نعم يا غالي يفضل طبعا وبجرد ما نحط الكرافس بتقدم الشربة بتاعنا شايف تشكيلة الخضاري الحلوة استسلت بقى وروح تجيبتلي كيس خضار بسلة وجزر ازعل منك تعالي على نفسك هاته حبيتين كوسة حبيتين جزر حبيتين بطاطس عوديين من الكرافس البلدي الافرانجي تبقى احسن مني والف هنا وشفة مع شوية شعرية بحفنة ايدك زي الفل تعالوا نعمل مع بعض الموز المقلي سريعا الزيت بيسخن معايا هاخد بعض كده واخد الخلطة الحلوة لا تعبت عليها موسيقى 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 اشتركوا في القناة